لو بتحس بألم في عظامك أو بتحس إن عظامك ضعيفة أو ابنك بينكسر من أقل إصابة أو عندك كسر وعايز إن هو يلتقم بسرعة هقولك في 40 ثانية أهم الأطعمة اللي بتأول عظام وتساعد في التقام الكسور أول حاجة منتجات الألبان زي الحليب والجبنة والزبادي لأنها غنية فيتامين دال والكالسيا تاني حاجة وأهم حاجة الحلب لأنها غنية بالكالسيا تالت حاجة الأسماك الدهنية زي التونة والسردين والسلمون لأنها غنية بالأوميجا سري وفيتامين دال رابح حاجة بزور القرع لأنها غنية بمعادم بتسرع من امتصاص الكالسيوم خامس حاجة الفلفل الأحمر لأنه غنية بالفيتامين سي اللي بيحفز الكولاجين في العظام علشان يساعد في التقام الكسور سادس حاجة البيض لأنه غنية بالفيتامين دال والكالسيوم والبروتين سابع حاجة الفصولية السودة لأنها غنية بالمغنيسيوم والبروتين وبتساعد أنسجة العظام عشان تلتقم تامن حاجة البقدونس لأنه غنية بالفيتامين كاف اللي بيأول عظام تاسح حاجة التين المجفف لأنه غني في فيتامين دال دي أهم الأطعمة اللي بتأول عظام وتخليها زي الحديد وكمان بتسرع من التآم الكسور بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شيره وغيرك بتمنى ليكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور تاريك تركي شير جاحت العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته